للدور المصري لأول مرة أن أنت تجيب لعب فرنسي في الدور المصري أو في النادي الأهلي لأنه دجلة جاب لعب فرنسي قبل كده لكن هذا المستوى بهذه النوعية جديدة وكانت محط الاهتمام يعني ما لو ده لما جيه كان عدده سبعة وثمانية وثلاثين سنة عشان كده ليه اعتبع على صديقي صديقي مجسام وهو بيعترض ده أنت لجيه أنت تدت النموذج تبدأ يتكلم على ساني مودست طيب أنتوني مودست رأي الكابتن على إبراهيم وليه على إبراهيم لأن على إبراهيم فرود وعنده إحساس بالفرود بالذات لما شوية يتأخر توفيقه أو الناس تبقى محتاجة منه حاجة وبيعمل في التدريب والراجل لسه يدوب ما عرفش مين اللي حواليه أسباهم حد نشوف رأي علاء إبراهيم عن مودست أنتوني مودست اللي ظهر لأول مرة مهاجم الأهلي إيه تقييمك لأداءه في أول مباراة نشوف يعني هو طبعا سيديه قوي يعني خلينا نتكلم يعني بشكل منطقة سيديه قوي يعني هرام أنه نقدر بنحكم عليه النهاردة لأن طبعا محتاج التعاقل ومحتاج الجو ومحتاج بسرقة جديدة الراجل لسه ما كانتش سبعين مع الناسي فيعتقد لا يعني حرام أنه نظلمه لكن أنا شايف خامة يعني النهارة الأهلي محتاجة خامة الأهلي محتاجها اشرح لي الجملة دي محتاج محطة للناس اللي جاية من تحت يعني الإجوان اللي جات طبعا من الأطراف مودست عامل تقل هجومي واس أول فيعتقد لو كمان فتحت معا في التهديف ممكن نيعمل حاجة كويسة للنادي الأهلي والجبر النادي الأهلي إن شاء الله طبعا فكرة أن اللعيب لسه جاي ومحتاج تاقلهم حتقولي ما أنت رضا سليم وما بتقولش عليه ليه كده وما معشور لأن دول حضروا فترة أعداد مع النادي الأهلي أي ودول أخذوا معا ما تشاتوا الديه أي والراجل ده جاي بثقافة تانية حتى يعني يا سيد إبراهيم بقاله تلات أربعة شهور ما لعبش نتيجة إصابة في آخر الموسموم وراكة آه شهر خمسة تانية كان آخره وأول ما جاي لك جاي على ماتش اتحاد العصيمة طبعا ما لعبش فهو حضر إيه تلات أربعة تمرنات ولعب المباراة دي فهو الجاهزية مش أحسن حاجة ثانيا ستايل الفرقة لسه إن كنت جايبه عشان لعيب هدر ولعيب محطة ولعيب لسه أنت بتلعب القرى على الأرض لسه فكرة تكسيف اللعب العرضي العالي مع تقدم الوقت والراجل ده يثبت جوده ولكن كل الناس أشهدت بتحركاته وإن التحركات دي ساهمت في إن اللعيب القادمون من الأطراف والخلف لقوا فرص إنهم يهدفوا وإن يتواجدوا في أماكن خطورة أحد الأدوار المهمة جدا لمهاجم بهذه المواصفات لقاتها بسرعة من؟ علاء إبراهيم بالإضافة إلى فكرة التأقلم لكن قال ده لعيب مدة السمات الشخصية المهمة جدا اللي يعني قالك عامل تقل كويس قوي ولو فتحت معاه هيبقى حاجة كويسة جدا للأهل وجماهيره لاعب تاريخه يزكيه لاعب خبراته وأرقامه تزكيه برضو يا جمهورنا لا تنساق بعد شوية حتبص تلاقي كل لعيب جبناه هو تحت الميكروسكوب ومرمى نيران الذين لا يتمنون الخير للنادي الآلي نرجو أن لا يوجد أحد ممن يبدعون انتمامهم للنادي الآلي في هذه الزمرة ليه؟ لأنه إحنا مش هنسكت مش هنسكت على أي حد بيستهدف استقراب الفريق وبيضرب في مصلحة النادي مش هنسكت عن أي تجاوزات ممكن بتحصل في ممارسة هدفها للأسف معروف كابتن أحمد شبير استغرب جداً واندهش لهذا السيل من الفبركة كل شوية على حد من لعيبت الأهلي والاستهداف دايماً رايح للشناوي نشوف الكابتن أحمد شبير ورأيه في اللي بيحصل ده إيه؟ من ساعة ماتش اتحاد العاصمة والأهل والهاب دي شغال شغال الله ينور ميت فل و14 يعني والحق والشناوي وأمامه بعدين راحهم دخلين كهرباء وبعدين راحهم دخلين بعد الكهرباء راحهم دخلين المية وبعد بالمية راحهم دخلين كل حاجة عشان تبقى الدنيا إيه؟ ماشية كده يعني عشان ترد على ده قدامك حاجة واحدة بس إيه هي؟ الملعب زي ما حصل النهار ده كده في الملعب والناس شافت الأهلي عمل إزاي؟ وشافوا الشناوي عمل إزاي؟ وشافوا أمام عمل إزاي؟ الشناوي كابتن اللي هو كابتن كابتن محترم كده كابتن ملو هدومه زي ما بيقولوا هو امام لاحب كرة كبير فاللي حصل النهاردة في المباراة ده كان الرد بتاع الشناوي وامام حتى لدرجة ان البعض اقترح انهم يعملوا حاجة يعني عشان يبينوا فالتنين قالك يا جماعة ده موضوع يعني ايه يتضحك عليه ما يتقلش فيه اكتر من انه ده كلام فارغ ولا يستحق حتى عناء الرد لا كابتن خالد بيبو رد ولا حد رد ولا حد قال اي حاجة لانه قارت نسألك الاهل يكذب رسميا يكذب ايه ما انت حضرتك هتعيش على ده كتير على الشغل ده كتير يعني فقالك الحاجات دي عشان ترد عليها لازم تضحك بس فالرد كان فين الرد كان في المالحب والشكل كان عامل ازاي الشكل كان عامل السنفنية اللي كانت موجودة النهاردة في المالحب فقال كابتن شبير يضم صوتنا الى صوت ونرجع نضم صوتنا الى صوته وصوته الى صوتنا ونصوت صوت ونقول يا اخوانا والنبي سبكم اللي حيقوله ما عندهمش حاجة تانية يا جماعة طب يعملوا ايه طب النادي تقول ايه ماهي مش لقى اي حاجة غير انها تهاجمك صدقوني الاحباط يعمل اكتر من كده لما نقدرش مش عارف نوقف اين نوقع الاهلي مش هيقع مش هيقع خلي بالكو لان الاهلي ما تخافش عليه لان وراه صوابته وراه جمهوره وراه الصدق وراه الحقيقة وراه ما يفعله على مستوى المحلي والاقليمي والدولي طيب والدولي